لم تكن بلدة تشيبوك شمال شرقي نيجيريا معروفة لدى وسائل الإعلام في العالم قبل أن تطأ أقدام جماعة بوكوحرام شوارعها الصغيرة غير المعبدة وتختطف في جنح ظلام 276 فتاة من مدرسة ثانوية داخلية في 14 من نيسان أبريل عام 2014 عقاباً لهن بسبب انخراطهن في التعليم على الطريقة الغربية كما تقول بوكوحرام اختفت معالم المدرسة ولم يتبق منها سوى لوحة تشير إلى أن المكان كان ذات يوم منبراً لتعليم البنات فشلت كل الجهود التي بدلها الجيش النيجيري لتحرير الفتيات من قبضة بوكوحرام رغم الاهتمام الدولي والحملة التي أطلقت تحت شعار أعيد لنا بناتنا بعد عامين من تلك الفاجعة دب الأمل في قلوب أهالي المختطفات في استرجاعهن بعد مشاهدة تسجيل مصور لخمس عشرة فتاة قام بوكوحرام بإرساله لقناة سي أن آن الأمريكية لإثبات أنهن على قيد الحياة تعرفت مرأتان على ابنتيهما في الفيديو الذي تم تسجيله في الخامس والعشرين من كانون الأول ديسمبر العام الماضي وانهمرت أخرى بالبكاء لأن ابنتها لم تكن ضمن تلك الصور لكنها أكدت أنهن فتيات شيبوك أجل لقد تعرفت على بعضهن نعيش في المنطقة ذاتها ونعرف بعضنا جيدا في تشيبوك إنهن فتياتنا لقد تغيرت ملامحهن بعد عامين من اختطافهن لكنني متأكدة بأنهن فتيات مدرستنا هذا أول فيديو يظهر أن بعض المختطفات ما زلنا على قيد الحياة منذ فيديو سابق للتنظيم المتطرف في آيار مايو 2014 البعض شكك في صحة التسجيل بعدما أورد التقارير غير مؤكدة بأن الفتيات نقن عبر الحدود إلى تشاد والكاميرون للاتجار فيهن مع احتمال أن يكون قد أجبرنا على الزواج من مقاتل تنظيمات المسلحة نرغب أن يفحص خبراءنا الفيديو لتأكد من صحته وكشف توقيت التسجيل هذا سيساعدنا في التأكد من أن الفتيات على قيد الحياة لكن يجب أن نتوخى الحذر وأن لا نعطي كثيرا من الأمل والتفاؤل لتلك الأسر مصير عشرات من الفتيات ما زال مجهولا أما اللواتي تمكننا من الهرب فيعشنا مرارة تلك اللحظات شكرا للمشاهدة